اشتركوا في القناة الى اعادة انتخابها في لجنة وثاقي التفويض في منظمة السياحة العالمية ويعد انتخاب مملكة البحرين في المجلس التنفيذي تتويجا للجهود المبدولة والكبيرة في سبيل مضاعفة اسهم القطاع السياحي كمورد اساسي للدخل ضمن خطط تنويع الاقتصاد التي تتبعها المملكة فضلا عن البنية التحتية المتطورة للسياحة في البحرين على مستوى الشرق الاوسط وبهذه المناسبة عرب الزياني عن هذا الانجاز الذي يضاف الى سجل الانجازات للبحرين على المستويين الاقليمي والعالمي مؤكدا في الوقت نفسه بان هذا الفوز يعكس التطلعات والرؤى الحكيمة لقيادة وحكومة مملكة البحرين والدعم الذي توليه الحكومة المؤقرة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي في المملكة